لوكوربوزية واحد من أشهر المعمريين ورائد من رواد العمارة الحديثة بفكره وفلسفته ومبادئه الخمسة اللي دع عليها وطبقها على مشاريعه ومن أشهر مشاريعه فيلا سافوا الشهيرة بفرنسا اللي كلنا درسناها وعرفناها ولكن معرفناش الجانب السلبي والأخطاء اللي وقع فيها لوكوربوزية بالرغم من تسجيلها كأحد المعالم المعمرية العالمية منذ عام 1965 لأنها كانت بتمثل العمارة الحديثة بكل ما فيها من مزايا المسقط الأفكي الحر ورفع البناء بأعمدة للسماح بحرية الحركة تحته بالإضافة إلى الشكل الهندسي المجرد اللي تميزت به العمارة الحديثة إلا أن العلاقة بين المعماري وملاك الفيلا لم تكن جيدة لكوربوزية عاد رسم المخططات أكثر من خمس مرات وبعد انتهاء البناء اشتكى ملكها من تصرب المياه عبر الأسقف وعدم كفاية التدفئة لكوربوزية أراد الحفاظ على المظهر الجمالي الخارجي للفيلا فقرر عدم وضع أي مواسير صرف على الحوائط والجدران الخارجية في التصميم الأصلي ومن المفارقات أن القرارات دي وإن كانت بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي الخارجي للفيلا إلا أنها تسببت في تشويق لأن الصرف الغير كافي لمياه الأمطار أدى إلى تدفق المياه على السطح الخارجي الأمر الذي أدى إلى تلطيخ الألواح البيضاء وتآكلها وظهور بعض البقع القبيحة على الوجهة بالإضافة للاختيار السيء لبعض مواد البناء الأمر الذي أدى إلى هجر الفيلا من أصحابها بل ومحاولة هدمها بالكامل ولكن لحسن حظ عشاء الهندسة المعمرية أنقضت الاحتجاجات الفيلا من الهد وتم ترميمها عشان تكون في النهاية أول مبنى حديث في فرنسا وتم إدراجها في قائمة المباني التاريخية